اشتركوا في القناة بيّن معالي سفير مملكة البحرين في واشنطن التهديدات والتحديات الأمنية الكبيرة التي يشكلها النظام الإيراني وشبكتهم من التنظيمات الإرهابية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي خاصة في ظل التجاوزات والهجمات الأخيرة التي تهدد سلامة الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي والتي كان آخرها الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة كما أوضح معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن مملكة البحرين خلال العقود الأربع الماضية قد تصدت لأطماع النظام الإيراني صاحبة الأسليب المخادعة والمزاعم الزائفة بما في ذلك تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين التي خالفت المبادئ الإسلامية والدولية كمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم التعدي على سيادة الدول مرورا بدعمها للتطرف والتنظيمات الإرهابية من خلال المال والتدريب والعتاد وأشار معالي سفير مملكة البحرين في واشنطن إلى خطورة البرنامج النووي الإيراني وتبعات الاستراتيجية والجيوسياسية الخطيرة في حال ما تمكن هذا النظام من امتلاك أسلحة نووية وبالتالي ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حدا له كما أضف معالي أن البرنامج النووي الإيراني حتى ما تم ضمان سلميته فإنه لا زال يشكل خطرا أمنيا وبيئيا شديدا على منطقة الخليج العربي حيث أن التقنيات التي يتم استخدامها متخلفة وقديمة أما فيما يخص برنامج النظام الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية فقد شدد معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة على الخطورة التي تشكلها ترسانة النظام الإيراني من الصواريخ على الأمن الإقليمي والدولي وذلك كما يتضح من تسليحه المتهور للإنقلابيين الحثيين وأن ترسانة هذا النظام لم تعد أكثر دقة وأوسع مدى ولكنها قادرة أيضا على حمل الرؤوس النووية وخلال الحوار جدد معاني الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة أسفه من تجنب المجتمع الدولي من مواجهة ومحاسبة النظام الإيراني على شبكة التنظيمات الإرهابية التي خلقتها في منطقة الشرق الأوسط وباتت تهدد أنظمة الدول العربية الشقيقة برمتها وهو ما يعود إلى تركيز هذا المجتمع الدولي على البرنامجين النووي والباليستي دون إدراك البعد الاستراتيجي الخطير لمثل هذه الشبكة الإرهابية التي تسعى إلى تهميش النظام الإقليمي القائم وفي ختم حديثي أكد معاني سفير مملكة البحرين في واشنطن على الدور الذي تلعبه مملكة البحرين كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية للتصدي لمحاولات النظام الإيراني في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي حيث أن مملكة البحرين لا تشارك فقط في فرق العمل السبع لعملية وارسو التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها تصطديف اجتماع فريق العمل المعني بأمن الملاحة البحرية والجوية في شهر أكتوبر القادم كما أنها أول دولة في المنطقة تشارك في التحالف الدولي لأمن الملاحة مشددا معالي على أن مملكة البحرين كانت سباقة دائما في مشاركة الولايات المتحدة في مكافحتها للإرهاب حيث أن المملكة كانت أول دولة تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي الجدير بالذكر أن الفعالية تحدث فيها العديد من المعنيين والمؤثرين في السياسة الخارجية الدولية يتقدمهم معالي السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كمتحدث رئيس وبحضور كل من معالي الأستاذ ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وعضر البرلمان الأوروبي ووزير الخارجية البولندي الأسبق راداك سكورسكي ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للاستخبارات المالية والإرهاب سيغال مندلكار وغيرهم من المسؤولين الدوليين